الحجر أو الحطيم بناء على شكل نصف دائرة من الجهة الشمالية من البيت الحرام يقع بين الركن الشامي والعراقي وبينه وبين كلا الركنين ممر يوصل إلى داخله ويعد الحجر جزءا من الكعبة فقد بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الكعبة بناءا كاملا مشتملا على هذا الحجر ثم إن جدران الكعبة تصدعت من أثر حريق وسيل جارف وقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهدمت قريش ما بقي من جدرانها ثم أعادت بناءها فقصرت بها النفقة عن إتمام البناء على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا دلالة على أنه منها وكانوا قد شرطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة لا يدخلها مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد وتسمية الناس للحجر بحجر إسماعيل تسمية لا أصل لها ولا علم لإسماعيل عليه السلام بهذا الحجر عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة وصلاة النافلة في الحجر مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين وفبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت وأما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر